مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا الأعزاء طلاب الصف السابع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قسم الدراسات الاجتماعية يرحب بكم إن شاء الله اليوم هنستكمل مع بعض باقي أنواع التلوث في الحصة الماضية تحدثنا عن تلوث الهواء من حيث الأسباب وجهود الدولة في مكافحة تلوث الهواء اليوم هنكمل مع بعض باقي أنواع التلوث البيئي حيث سوف نتكلم عن تلوث المياه وتلوث الطربة في الحديث عن درس اليوم تذكرة بما تم درسته من قبل اذكر أسباب تلوث الهواء نتذكر مع بعض أسباب تلوث الهواء واحد حرائق الغابات اثنان دخان والرماض البركاني مع المواد السامة النتجة عن عوادم السيارات ودخان المصارع طب لو رحنا على السؤال الثاني عدد أنواع التلوث تكلمنا عن أن التلوث بنقسم إلى تلوث الهواء وتلوث المياه وتلوث الطربة تحدثنا عن تلوث الهواء اليوم سوف نتكلم عن تلوث المياه وتلوث الطربة هل يستطيع كل سكان كوكب الأرض الحصول على المياه النظيفة؟ طبعا هذا السؤال يتطلب من الجمع نعم أو لا؟ نحن بيقول له طبعا لا ليه؟ هناك طبعا في بعض المناطق من دول العالم تتوفر فيها مصادر المياه وهناك مناطق أخرى تعاني من الشح المائي في درس اليوم نعرف أسباب تلوث المياه وما هي الجهود الدولية لمحفاظا على المياه ومكافحة التلوث هذه الصورة تعبر عن الوضع في درس اليوم نعرف مجموعة من الأهداف في أول أهدافنا نعدد أسباب تلوث المياه ونستنتج الحلول والمقترحات لبواجة تلوث المياه ثم نذكر أسباب تلوث الطربة والحلول والمقترحات التي يمكن من خلال حل مصادر تلوث الطربة طيب هنا ممكن نستنتج مع بعض عوامل وأسباب تلوث المياه فما هي؟ طبعا بالبديهي لو نظرنا إيه هي الأشياء اللي ممكن تدور المياه أو تسبب تلوثها؟ أول شيء إلقاء مياه التبريد المستعملة في محطات الطاقة القهربائية والمصانع طيب وغيرها من المصلحات المياه هذا يؤدي إلى تغيير الخواص الطبعية للماء يبقى أول سبب من أسباب تلوث المياه إلقاء مياه التبريد المستعملة في محطات الطاقة القهربائية أساب الثاني تصرب البترول أو النفط إلى مياه البحار والمعطاء معروف أن هناك في خطوط أنابيب طبعا مع الاستعمال كالتصاب هذه الخطوط بنعمل التلف فتصرب البترول أو النفط في المياه مما يؤدي إلى تشكيل طبق عازلة تعيق التبادل الغازي بين الهواء والماء وترجع أسباب تصرب النفط للمياه إلى قلنا حوادث نقلات البترول استثمار النفط في عرض البحر والنفيات والمخلثات النفطية التي تلقيها نقلات النفط ومصافي النفط يبقى هنا هذا الجزء ممكن نستندج منه سؤال آخر ما أسباب تصرب النفط للمياه أسباب تصرب النفط للمياه حوادث نقلات البترول واستثمار النفط في عرض البحر والنفيات والمخلثات النفطية التي تلقيها طبعا نقلات النفط ومصافي النفط نرجع للدرس الأساسي ما أسباب تلوث المياه السابق الثالث إلقاء مخلثات المدن والمصالة في مياه البحار والأنهار وإلقاء مياه الصرف الصحي مية البلوع في مياه البحار والأنهار يبقى إذن أنا ممكن أختصر أسباب تلوث المياه من خلال واحد إلقاء مياه تبريد المستعملة في محطات الطاقة القهربية وتصرب النفط إلى مياه البحار والمحطات ومخلفات المدن والمصالة ومياه الصرف الصحي ده ممكن من خلال هذا التلخيص أعرف أسباب تلوث البيع طيب هنا لو عملنا غلق على هذا الهدف ما أسباب تلوث المياه أحنا ممكن نختصر أسباب تلوث المياه في مياه التبريد لنتجة على المحطات الطاقة القهربية ومياه الصرف الصحي ومخلفات المدن والمصالة وتصرب مياه النفط طيب ما هي الحلول المقترحة لمواجهة تلوث المياه أحنا عرفنا السبب طيب هذا السبب لابد أن نجد له حل فما هي هذه الحلول اللي يمكن من خلالها مواجهة تلوث المياه الحل أولاني بناء المنشآت اللازمة لمعالجة المياه الصناعية الملوثة ومياه الصرف الصحي قبل صرفها إلى المسطحات المياه بمعنى يعني معالجة مياه الصرف الصحي عمل محطات تعالج مياه الصرف الصحي والمياه الناتجة عن المناطق الصناعية أيضا من ضمن الحلول والمقترحات لمواجهة تلوث المياه طبعا وابع مواصفات خاصة يجب توفرها في المياه طبعا للغاية المستخدمة من أجلها أي لابد من توفير مواصفات خاصة لمياه الشرب وأخرى لمياه المستخدمة في السباحة والزرعة يبقى هنا الحل الثاني وابع مواصفات لمياه الشرب والمياه المستخدمة في السباحة والزرعة أيضا من ضمن الحلول والمقترحات لمواجهة تلوث المياه إنشاء مختبرات وتحليل كيميائية وحيوية الخاصة بمرقبة تلوث المياه وتحليل دورية للمياه اللي يقوف على نوعته يبقى هنا برضو إنشاء مختبرات لتحليل المياه خلاص يبقى إذن أنا ممكن أختصر الحلول والمقترحات لمواجهة تلوث المياه لإنشاء محطات لمعالجة بياه الصرف الصحي أيضا وابع مواصفات لمياه الشرب وإنشاء مختبرات أو تحليل كيميائية اللي مرقبة تلوث الماء يبقى وابع مختبرات أو إنشاء مختبرات أو معامل تحليل هذه المعامل تراقب تلوث المياه ده بالنسبة للحلول والمقترحات اللي ممكن من خالها مواجهة تلوث المياه احنا ممكن نزود مقترحة آخر سمن القوانين والتشئية أخرى ده بالنسبة للحلول والمقترحات اللي يمكن من خالها مواجهة تلوث المياه ده بالنسبة للجزء السالي طيب لو هنا عملنا غلق على هذا الهدف اقترح حلولا إبداعية لمكافحة تلوث المياه هنسمع منكم حلول مكافحة تلوث البيان واحد انشاء محطات معالجة مياه الصغر الصحي اثنين انشاء مختبرات ومعامل تحليل للمياه ايضا وضع شروط وموصفات لمياه الشرب يبدأ بالنسبة للمقترحات مشكلة تلوث المياه هننتقل الى الجزء الثالث الخاص بالتلوث البي وهو تلوث التربة فما هو اسباب تلوث التربة معروف ان التربة هي مصدر الغزاء على سطح الارض طيب هذه التربة تعتبر عنصر مهم من موارد الطبيعة يجب علينا الحفاظ عليها ولكن سوء استخدام الانسان لا اضرب التربة وادى الى تلوث فما اسباب تلوث التربة واحد ازالة الغابات يعني ايه زالة الغابات معروف ان الغابات لها قيمة لانها توفر الاكسجين وتمتص غاز ساني اكسيد القربون ازالة الغابات يؤدي الى حدوث خلل في طبعا تربة ويؤدي الى تحششها وتفككها من ضمن اسباب تلوث التربة التوسع العمراني والمقصود بالتوسع العمراني بمعنى زيادة العمران على مساحة الارض الزرعية فالتوسع العمراني يؤدي الى تقليل مساحة الاراضي الزرعية تراقم النفايات سواء كانت نفايات صناعية او منزلية بعض المصالع تتخلص من نفاياتها بوضعها في التربة ايضا الاصراف في استخدام المبيدات الحشرية والاسمدة الكيموية ايضا دفن النفايات النووية في التربة كما هنا دي مجموعة من الاسباب التي تؤدي الى تلوث التربة لديها مرض اخرى ويختصرها اول سبب قطع الغابات اثنان التوسع العمراني ثلاث تراكم النفايات الصناعية والمنزلية اربعة الاصراف في استخدام الاسمدة والمبيدات الحشرية خمسة دفن النفايات النووية في التربة ده بالنسبة طبعا لاسباب تلوث التربة وعند الصورة المعبرة الاصراف في استخدام المبيدات الحشرية والاسمدة الكيموية ده من اقصر الاسباب التي تؤدي الى تلوث التربة ولكن ما هي الحلول المقترحة لمواجهة تلوث التربة حين يمكن نحل مشكلة تلوث التربة من خلال التوسع في زراعات الاشجار ايضا طبعا الحد بالاستخدام المبيدات والاسمدة الكيموية ايضا البحث والتطوير في مجال مكافحة تلوث التربة واداراته اعادة تدوير المخلفات المضرة بالبيئة كالمواد البلستيكية والاطارات المتطيلة طويل السيارة يمكن نختصر مع بعض الحلول والمقترحات التي يمكن من خلالها مواجهة تلوث التربة من خلال زراعة الاشجار تقليل استخدام الاسمدة والمبيدات البحث والتطوير في مكافحة تلوث البيئة وتدوير المخلفات طبعا المضرة بالبيئة او تدوير النفايات او عدد صناعة النفايات مرة ايه اخرى ده بالنسبة لطبعا الحلول والمقترحات المواجهة لتلوث التربة طيب هنا لو عملنا غلق احتامي على الدرس اجب عن الاسئلة التالية السؤال الاول ما اسباب تلوث التربة معروف يرجع تلوث التربة الى واحد قطع الغابات اثنان التوسع العمراني طيب ايضا من ضمن طبعا الاسئلة اللي احنا ممكن نوجهها وهي اسئلة مهمة جدا ما اسباب تلوث طبعا المياه قلنا اسباب تلوث المياه بيرجع الى واحد القاء مخلفات السفن والمصانع اللي المدن والمصانع في المياه اثنان ايضا طبعا مياه الصرف الصحي برضو دي من اسباب تلوث المياه يبقى اذا بنركز على الاسئلة المهمة للاسباب والمقترحات بنختم بسؤال مهم جدا ما هي مقترحاتك لمواجهة طبعا تلوث التربة يمكن نحل مشكلة تلوث التربة من خلال اول شيء سمن القوانين والتشريعات التي تمنع الزحف العمراني تاني شيء طبعا تدوير النفايات اللي هي خاصة بالمواد البلاستيكية وطوائر السيارات تالت شيء تقليل استخدام الاسمدة والمبيدات الحشرية كسبب من اسباب تلوث التربة بكده يكون وصلنا الى نهاية الدرس شاكرين لكم حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وان شاء الله في الاسبوع القادم نتحدث عن الجهود الدولية لمكافحة التلوث البيئي مجمع الاندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم اسلامية